هذا الجيل محدود لامتلاكه أحدث كاميرات لتصوير ضياع السنوات عمره بأعدى جودة ترجمة نانسي قنقر ركبت في طنوبيلتي ومشيت طاير بحل هبين وعندي في بعدي يجهة واحدة هي ذلك الدارة التي كانت بنف نقطة تفتيش يجب أن نمشي ونقلب عليه كي نعرف ماذا أريد أن نحلم أم لا بالصح كانت ركبة معي تنزف الطنوبيل الذي ألي بصراحة أنا متأكد دي كل نهار هديت كنزة وديتها للمزرعة من صاحب إبراهيم ومتأكد أن كنزة كنت أديها كل نهار ولكن هات الناس كاملة على شكل سكتكذب على شكل واحد ما بغير يقول لي شف كنزة ولا أنني كنت أقل وسط الكنزة ولا أنني مشي أديك النهار لمزرعة كلهم كي يقولوا لي أنني غيئة لكن تخيل وكلهم كي نكروا طيب ما عارفش أنا شنو هو الهدف دياله ومن أنهم كي نكروا شنو عادي يستفدوا من أنهم كي نكروا طرق كاملة وأنا كنجمع الأفكار فراسي بش نعرف شنو هو واقع زعمة كيفيش هي مكينة لف دارهم لف الخدمة تصحب إبراهيم ما بقاش زعمة كيفيش أنني كنت صافرة ورجعت للمزرعة ولا أنا زعمة مني مشيت للمزرعة وقالي شي حاجة ولي صغي كنت تخيل لا 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 هاتش ما يمكنش مشيت بحلة بي لديك رقطة تفتيش غاوصلت حبست تمامك وهو يشوفني واحد داراكي وهو يقول لي زيد أخويا زيدرا ما قتلكش توقف أخويا عارف ولكن أنا جزت كنقلب على واحد صاحبك صاحبك خدم هناك شكونات صاحبي هذا شنو اسميته؟ الصراحة ما كان عارف اسميته ولكن هو كان البارح كان هناك في نقطة تفتيش هادي كان هناك خدم بالليل كان خدم مع زوايه الحدس ونص نص دي الليل الصراحة كان خدمي شي ستة هناك ولكن أنا ما عارفت كونك تقصد لي فيهم أخويا واحد غلالة شوية عنده واحد لمستجع ريض وحجبانهم قنتين كم انا عمار أسعبك فتقصد لي عمار إياك أخويا يمكن هو أه هذا عمار قذب خدمي يله مع السستة وكتناها مع الجوج mondo أخوية اسمح لي ما عندك شنمرته والله كتعرف فين ساكنه باش نمشي عنده بغيتين نمرته camping التسميته مكتعرف ن 미ة هش بغيتين منه صراحة كنت البرح كنت قايز من نعنية وصلني قال اوحد الغارد الغارد؟ شهن هو هاذا الغارد؟ اه اخي هو قليع هو قليس سرسير سوو الليع لا أخوينتا ما لكو نخربق بدون حلقة ما لكو نخربق وخايف يك ما بينقوا بنعم ما شئ حاجة يلا يلا معي للشاف ديانا هبط هبط ملك الطانوبل هبط وشوفه على مشكلة تباعة وتنولينها فيها جي انك نسوولو على هذا الدراكي اللي اسميته عمر تحدقنا دبا غدين عند الشاف ويهنا مشكلة نلسقو فيها عاو تاني سدني ذاك الدراكي ودخلني عند الشاف لبيرو وقال له أمو شاف هتسيل هذا جاءك يسولني على عمر كنك يسولني والطريقة دي الوريب في الهدرة وأنا خايف أنه يكون جاي بغي يقادي عمر ولا يدي له شي حاجة يقادي عمر؟ انت يا تاي شنو سميت أنا سميتي كامال ورس بغي عمر شنو بينكو بينه أنا البارح كون جاي هنا يا كون دايز وغادي اللي مدينة الخرم اللي يقريب عنا اللي هي العصيمة ومني كنت مجال العصيمة تقلي سوول لي يا تبماك على واحد دري صاحبك يعرفه قال لي سوولوا باني تكون جاي قولها ليه ولكن أنا باني جيت ما لقيتوش هاتشي علاش دبما الله خار انت يا شنو باغي أنا باغي غا عمر نوصل له هذا الهدرة نقول له هاتشي اللي قال لي يا سيد نوصل له بغادي التسنى تسنى السربيس ديالو أي بدا ما أستدلع شي يتسنى أخويا ما يمكن لك شاطين التليفون ديالو ولا فينساكن نمشي عنده ولا شي حاجة بحلقة شوف أخويا بغادي التسنى مرحبا تسنى معلومات الشخصية التليفون فينساكن هاتشي منع لنا نعطبشي حاجة ما هاتشي ما كان عندي تحل واضطريت أنا ننتسنى عمر تلس تلاشية هيت قلص في واحد المحطة قريبة كيبال لي هذيك اللي بلايسة فين ديال النقطة تفتيش وأنا قلص تمك شوية كيبال لي عمر داخل عند الشف ديالهم وأنا نشوفه خارج من المكتب وأنا نمشي عنده كنجري وأنا نقول له أهلا السي عمر ويقول لي أهلا ما كنت؟ توجي كفايت لشي فوفشي بالعصمة ما عقلتش عليك أنا اللي يجيز عندك البارح نسيتيني البارح هاه أنا اللي يجيز عندك البارح كنت ركبة من وراي وحدة كنت ادايها في توصيل غدي بي هالعصيمة هاه بالصح 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 يجيزك ما غريبش علي يا انت هو هاه انت ولكن علاش انا قطلك مني توصلها وتسالي واللي تدوز عندي علاش مدستيش عندي اه هاه أنا البارح اه انا انا وصلتها وتعطلت دك شي لش ما مدستش عندك وصلتها ومدستيش عندي وعن الساعة الثلاثين انت متأكد رك وصلتها اه اه وصلتها اه وصلتها صراحة انا اغبى واحد في هذه الكرة الارضية جاي عند داراكي اللي هو اخدام مع المخزن باش عدين جاي باش عدين نقول له انا هديك اللي وصلتها اختافت تالي علاش اختافت وعلاش اديتين تيايا انا كنت خطفها ويكون هو اخر واحد شافها معايا وعدي تلبق علي التومة بالمزيان دف الحمد لله بعد تأكد ان عمر بس صح شاف كنزة كانت معايا ولكن خصني لقاشي حاجة اللي عدي نساله الهدرة باش ما عدي يبقاش يسولني بزاف باش ما عدي يسدنيش بشي حاجة اللي فشكل وانا قالس خطمك نفكر هو يحبس لي لأفكار ديالي بسط عمر اخويا اراني كنسولك عالش ما كتجاوبش اه اخويا اه والله ايما اسمعتك شنو قلت لي اشوف هذه البنت اللي كانت معاك البارح زوينا فرعها فرع هذه البنت البارح اضيتها اضيتها عند العصيمة واحد بست عند ذاك المعالج اللي قلت لك وهبطت عنده وطلقه واحد جوج عيالات من عائلتها ودوها وانا جيت صافيها تشيلي كاين مني الدوها انت عالش جاي عندي داب عالش جاي شنو باغي شوف هاش شاف عمر انا باغي نسولك انا نسولك واحد سؤال واحد وتجاوبني عليه انا البارح بجيت عندك ياك شفت عندي واحد البنت اللور كانت معايا واحد البنت اه شفتها اللور ولكن عالش هات السؤال اخي سمح لي دابا انا وغبو باغي نسولك قولك واش انت متأكد متأكد شفتها كانت معايا اللور واشبحها الله مالك تخربق علينا اه ساحبي اه قولنا لك شفناها واش البنت توصلتها ولا ما وصلتها اش انت با اللي يجيك تسولت شبح اللي يدير شي مصيبة ولا شي حاجة تايبا ينم ورسك شي حاجة لا 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 عمر انا مدير مصيبة لأولوك اسمعني يا شف انا هات البنت كنسولك بحلاك كمحتي يا غدراتني غدراتك شنو دارك لك اه غدراتني انا البارح بني وصلتها عند اذاك الراقي اللي قلت لك وهبطو طلقها وادوك جوج عيالات وهبطو مشاو ما خلصتنيش ايه وشنوقع ايه ما خلصتنيش ميتين درهم قطلات عطيها علي انتع التوصيل ما بغتش تخلصني وجه تماشا وانا بغتشكيها وانتعي تكون شاهد يعطيك شي مصيبة بغني نشاهد معاك نشاهد معاك على من؟ على هاتيك الزوينة هاتيك التي تزوينا هاتيك يا خمقوم الحبسة انا نشاهد معاك هاتيك القطيطة هاتيك هاتيك رات بغين ندعها الميريكان ندعها نوصلها الميريكان فابور ونعطيها انا الفلوس وانتايا حشمشي شوية على وجهك حشم اسمعني اسمعني شلو اسميتك اه اسميتي كامل شوفه كامل انا نعطيك 200 درهم ديال التوصيل ونزيدك 100 درهم واحدة اخرى هاي عندك 300 درهم وانساق هاتي فكرة انك تشكي ديك البنيتها هاتيك تشكيها ما تشكيهاش ولكن هاتي تدير ليه حاجة واحدة اشنو هي هات الحاجة واحدة؟ هاتي تخليني هاتيك البنت اما تعطيني نمر التليفونها ولا مني نعزتيها ولا العائلة ديالها فين ساكنين ولا اي حاجة اعلاش؟ اعلاش؟ صراحة البارح شوفتها تصدمت الصافي والتي تبغيها بغيها للحلال انا مشين نضارها ونخطبها وشوف انت اي فوق هذا المركوب هذا اللي عادين نعطيك 300 درهم نزيدك 2000 درهم غدر معنا هذا الخير وانا بغي غير الحلال انا را ما جانيش الناس البارح در هات الخير وربما عاد يدير لك غير الخير اه واخ شوف انا رجع انا را ما نشكي بها موالو وادين مشين البلسة مني هاتيها ونقلب لك على دارهم ولا شي حاجة ونقول لك فين كينا فين ساكنة ولا نجيب لك النمرة التليفونة واخ وعدي نجيب لك هات الشي وعدي نكون انا شاهد على الزواج ديالكم ان شاء الله واخ مزينا كامل شوف اعطينا نمرتك باش نقد نمقى نتواصل معك واخ عمر يالله قيد نمرت اخدا عمر النمرة ديالي ويا له بيلانا جي عند داراكي وقدم كنسوله على واحد البنت اللي اختافت ايه دابا كون يعرفوها اختافت وكنوا يعرفوني انا اللي اديها وانا اللي اختاف فين عادة نوصل فين عادة نوصل رجعت للمدينة اللي احنا فيها وقلست كندور من بلاسة لبلاسة مني قل لي عمر الداراكي انه شاف كنزة يعني كنزة كينة بالصح ولكن دابا مني كنزة كينة بالصح علش في العمارة مني كنت كندق في الباب رقمت السعود خرجت لي هدي كل اللي كينة في الباب رقم عشراء وانكرت ان كنزة سكنة هنا وعليش مني مشيت للصالون مولا تصالون قتلي انا ما مخدماش اصلا شي وحد اسمية كنزة ما كنعرف شي وحد اسمية كنزة الافكار كانو كي تخرب قلية في دماغي وقطع افكاري تيليفون كي صوني هدا رقم غريب هادا عمرو ما صنع لي هادا النمرة الله يسمى انا خبر الخير هدا باينة باينة هدي النمرة انتا عمر باينة هاد عمر عاوت انا بداعيت الناو بدي يسولني وش لقيت النمرة ما لقيتاش درت راسي ما شفتوش وما بغيتش نجاو و لكنها الرقم هادا صنا المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة و لكن المشكله لي صدمتني هي المرة الثالثة بجعوبت سمعت صوت ديال بنت كيقول إلو السلام عليكم و عليكم السلام ما عليش اخويا و لكن انتا يعيش نسميتك معاي طالي باش تقولي ش نسميتك انت يلي معاي طالي انت يلي خدت تقولي ليش نسميتك انا عارفة انت يا امو التاكسي اللي كنتي كتوجسل القنزة للصالون و كتوليك ترجعها اياك اه بالصح شكنتيا انا صراحة ايط لك مبغيت اشي واحد يعرف انني انا ايط لك اشو واقع اختي مال كده بشن واقع اخويا الله يحفظك نو اسميتك انا اسميتي كامل شوف اخويا كامل انا بغى نقول لك شي حاجة ولكن هاتش يبقى بناتنا والتواحد ما يعرف انني اتصلت بي ولكن قبل هاتشي كامل بغيت نعرف فرها كنزة كنزة اختي انا راني كنقلب عليها انا كنقلب علي كنزة فرها شوف اخويا كما انت بغى يطلق كنزة انا بغى يطلق كنزة انا عرفت بزاف ليلة الحواج وانا بيني وبين كنزة صدقة لي قوية كما انت بغيت لقى كنزة انا بغى يطلق كنزة وانا عادي نقول لك بزاف ديلة الحواج شوفها كامل تبع انت هي واحد الانسان لين قد ننتق فيه ولا لا شوفي انا راك نقلب علي كنزة بحلو حدم خخوتي راني خايف عليها وبغير لقها في نهية راني كنقلب عليها هدي يومين وانا خدم كنقلب عليها ولكن شكنت شوفها كامل انا كنت تخدمة مع كنزة في الصالون اللي كانت هي خدمة فيه ولكن انا مشيت عند مولاة الصالون وسولتها قاتل ايما خدمت تشي وحدث ميزة كنزة اه هديك ماما اللي خرجت عندك ايما مولاة الصالون اللي كانت تخدمة معانا التكنزة فيه انا الصغيرة وعندي اختي وحدة اخرى كبيرة كنت تخدمة معانا في المحل والتكنزة كنت تخدمة معانا اه يعني مموك كدبت عليها لا 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 ما تلوم ماما ماما راعت تحت الضغط كذبت عليك عناش امك كذبت علي شنوا واقع شوفا كامال هات شي انا اللي كنقولك ما نعرف وش تشي اللي كنبيره صحح ولا غالط ولكن هاد الهضر اللي بيناتنا هدي سبقى بيناتنا شوفا كامال هات الصالون ديال ماما وانا واختي دمين مع ماما وكنزا كنت خدام معانا هدي مودة شوفا كامال البارح بس بمشي تدي تنتهى كنزا احنا يكون نكنس دوسة في عادي نمشيو احنا يزبنا في طانوبيل ولكن ماما وقفو عليها وحضر ربعة قلسو بحل كي هدروا معاها وانا مني شت فيهم شت واحد في الدو بس طولي بلس كان كي هدروا مع ماما بحل يقلس كي هددها هذك الفردي بحل كان كي هزو في الدو كان كي شير بيها لماما قلسو قو كي هدروا مع ماما شي حشرت بقاية شوية مشاو ماما جا جاية عندنا ولكن كنت كنشوف الدموع في عينيها بحل يقلس كتبكي جاية بدينا كنشوفو فيها قلنا لها ماما شن واقع قد نشوفو ما واقع والو اي واحد يسولكم على كنزة ولا يظنكم شي حاجة على كنزة قولو انكم ما كتعرفوهاش واللي خوفو فيني وخلعني هو ان ماما ولت اللي ما حال وجبدات هذيك الكنترال اللي ما بينها وبين الكنزة وذو كل ورق ديالكنزة قام لين قطعاتهم وحرقاتهم والصدمة الكبيرة انها حيضت مانار من القائمة ديالخدمة حيضتها من لسيرونس وذك الشي اللي كنت قتخلص عليها حيضتها في خطرة واحدة اه يعني انا مني جيت ممكنت قلسك تكذب عليها اه اه كانت كتكذب علي اه هيكيني شي ناس اللي خطفو كنزة اه حتشي عداش انا معي طالق بس نعرف شن واقع الكنزة شوفي انتي ايا فايتلكي شايفاني ديما متعود عليها انني كنجي كنت ديما متعود انني كنديها وكنجيبها اه 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 انا كنت كنت شوفك انتي كنزة كنت كتعود لي عليك بزاف اه وانت هي البارحة اللي اديتيها اه بس انا البارحة اللي اديتها ولكن مني اديتها مشينا انا اخدو واحد العاصر معندو واحد سيد ومني اخدنا ذيك العاصر صافي لقيت راتي مخدر ومني فقط شفت كنزة كعمل قيتها معي في الطنوبيل هما هادو با اينا هما هادو لي خطفوها اه انا راها مشي تطل دار فيني هي كتشكن في واحد العمارة دار رقم تسعود اه دار رقم تسعود راها كتشكن فيها بس عرفتها ارا قلت لك انا كنزة بني بينها واحد صداقة كبيرة وانا عارفة هاك تسكن تمامك ورانيش حال مرة مشيت عندها نتمك وزرتها سكنة تمامك بالصح اه سكنة تمامك بالصح علاش بحيث انا مني مشيت وضقيت خرجت عندي وحدة تمامك من الباب رقم عشر قتلية ما كتشكنت توحدة انا يا سكنة اسمية كنزة ايه هاديك اسمية الامية امرت مل عمارة ايه هاديك شوفا كامال هادشي كامل هادش الا قتلام يا ولا هادشي اللي وقع كله باينا باينا العصابة وهodo التخطير اللي وقعك باينا العصابة هي لي تقدر تهاتشي وقع ما كنستبعد ان هاد العصابة هادي مشات نهيد وحذmor هل untuk look at that اينا ناس هاد الناس اللي تقول مولاك العمارة وهاد الناس كامل اللي تسأنت الله اكبر ماذا تضرب بعض الناس؟ ماذا علاقتهم بكنزة؟ ماذا يجعلهم يمشحوا أي دليل على أن كنزة موجودة؟ أنا لا أعرفها لا أعرفها كامال شوف كامال أنا لم أكتب اللي جاية شوف إذا عرفت أي حاجة أم لا قل لي عافك أنا أرى أني عايشة في النار كل نهار كان أريد أن أحمق لأن كنزة لا يجعلها عافك حاول أن تلقى كنزة إن شاء الله أنا أريد أن تلقى كنزة وعدين نوصل لشي حل باش تلقى كنزة يلا بسلامة أنا قلت لكم أنا قلت لكم رأني ماشي حبيل ها هي بنت هاد مولاة الصالون وردتني كل شي شفيت لي الأوراق اللي كينة اللي كنت مازال ما عارف شديت الطريق ومشيت للعمارة اللي سكن فيها كنزة وطلعت عاوتان ومشيت للشقة رقم تسعود وبديت عاوتان كندق ووقع دك الشي اللي كنت كنت سنة هي وقع تحل لباب رقم عشرة وخرجت منه هذي كل مرة وخدمك أتقول أخويا جي وش مكشفهم شراسك طرلني داس جي تضقيته وقلنا للكنا ما كينة تحد عاوتان جي قلت كتصدعنا دعنا أه ها هو اشوفي اختي لاني يعرف هاد الحركات ديالك وعرف كي القلسك تكدبي وانا عقلت بهاد الحركات هادو ديالك اللي كتديري دابا انا عارف شي ناس جاوا هدوك وقال بلكي انك تقولي انت كنزة ما كنت السكنة هنا إينا إيةنا ناس شوفي بلا متحاولي هكا تقدر علي في الهدراة وكدا انا عارف شي ناس جاوا هدوكي وقال لكي قولي كنزة ما سكنَىش هنا شوفي هنا نطلع دابة دابة قد نطلع للبوليس وقل لهم هات الشي كامل سواء انا هاد العصاب اعطتكم الفلوس ولا هدوكم قد نمشي عند البوليس وقل لهم هات الشي كامل وقل لهم تيك تكدبي والتنتييس سباف هات الشي وان ذي دكم الشعر بيت عدي تولي تنتييه مشاركة في الجريمة اللي داروهما ولكن بالصح كان زي ما ساكنت هنا يا شوفي سكتي سكتي يا لك الدابة سكتي راي عندي شهود اللي عادي يجي وعادي يفضحوك وعندي واحد شهد كي عرف كي مزيان الامياء هههه كدرت وعرفت اسميتك راي قلت لكي عندي شهد اللي كي عرفك مزيان عرفت ديك اللي بنت اللي كنز كجي دي ما عند كنزة اللي بنت اللي خدم معها في الصالون عادي تشهد ضدك انت في الشرطة اههه شوف اخويا شوف اخويا ما عندنا ما نديره لبوليس لوالو بالصح جور بعاد الرجال وجوج عيالات ما ادوني ما والو ولكن هما طلعوا قالوا لي هادشي اللي عادي نقول وعطوني مليون قالوا لي هادشي اللي عادي تقول لي اييه هاد الناس أعطوك مليون بس تقول لي انك نزة ما كي ناس اه اخويا هاد الناس عطاوني مليون قلوا لي تقول ان كنزة ما كيناش وهاد الناس باين فيهم قطعيني الديهم ميدة الرحمن وانا ما بغل اصداع لوالو والت راجلي ما عارف والو عارف هاد الشيء انا انتي ما كتعرفيش هاد الناس كونه هوما صراحة ما ما كان عارف عليهم والو ولكي لا كنت انتايا عوال انت نقد هاد كنزة وكنت هاد كنزة في خطار انقدنا نعاونك بشي حاجة شنو هي هاد الحاجة اللي تقديت عاونيني بيها انا راجلي مركب واحد الكاميرا مركبها في البولة ديال الباب ولكن مخبعة تواحد ما يقد يشوفها يعني كاميرا مخفية وماني يجاودوك الناس ووقفوهوا ببضل عمارة تصوروه وانقد نعطيك انا دابة قاعد تشجيل ديال ديال ديك الليلة ماني يجاودوك الناس تالي نمشعوه برافو عليك برافو انا بغيت نشوف هاد الفيديو هادا دابة دخلات وما كاملش تواحد عشرات بقايت وخرجات ودوزت لي التليفون ديك لما قاطع ديال الفيديو ديالهم عبرت الطنوبي التي وركبت وقيت كنشوف التليفون ديك لما قاطعه بالصح جاو واحد ربعة ومطموح الطنوبي لك حلا وكانو من الثمين وقلشو في الوابط العمارة كانو كيهدرو ولا همشاوه لكن المشكلة والفقصة هاد الكاميرا في المركبات ما عطيه شي زاوية باش نشوفه البلاكة الطنوبيل ولا يبلوجه نتاع هاد الاشخاص كما قلت لكم هاد الاشخاص من الثمين يعني باينا هاد الناس هادو هوا ما اللي يخطفوه حبس 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 قبل هاد الناس هادو ما يكونوا ويخطفوه هاد الشي براهيم براهيم هو اللي اعطانا العاصر فيه المنويم وقالنا نمشوه للمزرعها وبراهيم كيقولوا عليهم سافر كيف الزعمة العصبة هادي كتهدد زعمتها براهيم كتهدده خاصني الرقب براهيم وارا عرفتها واشنو القصة ديالو نشيز بالطنوبيل ديالي زي الدر ديال ابراهيم وفتكيتها في حد بلسة قعيدة وقلست طفده وحاضي الباب ديال ابراهيم قلست ساعتين وانا كنت سنو ازت واحد من الساعة وحد اخرى شوية كتبالي الباب ديال ابراهيم كتتحل وكي يخرج اه هذا ابراهيم دير واحد القب وملبد وقال صبح لشي شفار خارس كي يشوف على اليمن وعلى اليسر ومشى قطع الشانطي ومشى نيشان عند واحد مول الحانوت اللي ابعت على دارهم بواحد ثلاثين مترو درت راسي مشتو موالو خليتو دخل دك الحانوت وتبعتو انا ودخلت مورا ومشيت شديتو مدهرو اه زي اوض الحرام اه زي اوض الحرام فين غابر عليا اه كامل اه كامل انا وكنت قريطلك شكوت شمن قونتي قتعيط لي انا قلس قنعيطلك وانت قعمك تجاوب انا سافعي عرفت كل شي شح حال عطاوك شنو عطاوني شكون هادو شكون هادو اللي عطاوني اشوف شحال عطاوك هادو كل ربعات الناس اللي ملت تمين ما موجوج عيالات شحال عطاوك شحال عطاوك اه 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 انا ما عارف الاربعات العيالات الا الاولو اه قول لي قول لي انت شنو درتي معا كنزة دخلتها اللي بيت ياك دخلتها ودرتي معا وصورتها ياك شوف اسي ابراهيم تفرش لي انا كل شي مولات الصالون قلت لي يا كل شي مولات الدار اتايا قلت لي يا كل شي شي ناس كانوا قلتين بغن يخطفوا كنزة وانتايا اللي عاونتهم وانتاك السمسار اللي طلقيتهم احد الفوتراك وقلت سكي قول لي يا انك انت يا بعتي الفوتراك باينة تادك دخل معاكم في هاتم تلي يا دي شوف ابراهيم انت يا صاحبي بالصح ولكن انت خائن لا تتعاون معايا لقى كنزة مرحبا ما تتعاونش معايا كاملينة تمشوا عند البوليس اه اخوي يهديك الله قلعوذ بالله مستراجي ما ستبلغ عليا اخوي يالله معايا وانا عادي نقول لك كل شي الثاني لدارهم وقلس كي عاود قلية واش عقلتي باش كونت كتتوصل الكنزة كتبت بيها مره مره وسافي التوفقتي معها انك تبقى توصلها ديما واحد الخطرة كنتي قلت معايا فنلق هو وانت مشيتي وبن الساعة خلوهم موراك وحضر ربعا دي الناس اشكالهم كتتخلع صراحة كاملين من الثمين وباينة كلهم عندهم سلاح بدوا كيسولوني عليك يقولوا لي هادك الدري شنو علاقتوا بكنزة فين ساكن فين كيوصلها ولسكي هادر معايا فالناس هادوا باينة فيهم خاطر وعرفوني انا انني مبلي بالحشيس اييييييييييه كمل وصوروني وعندهم تصاوريي قالوا لي هادينبلغوا البوليس بها التصاور ديالك وعطوني مئة الف ريال قالوا لي عادي تمثل على صاحبك كامل ونعطيك السيناريو اللي عادي نغريك بيه بش مشيس دي البنت للمزرعة اه ما كنت تقول لي سير المزرعات ودي البنت تصورها أو بحل الختمة في الصباحك إياك آه هذه هي الخطة التي اتفقت أنا ويهم عليها وأنا كنت تحت تحديدهم وهذا الشيء الذي يجعلني أقول لك هكذا وخليتك تديها للمزرعات وهما كانوا بغين يأخذوا البنت قالوا لي راعدين أخذوا البنت وصفيدك كمال لبنت فهموا معاه وهما اللي كانوا أعطوني الفكرة دي لديك البيوت أن تدخل ذلك اللي بيت التالي وأنا عارف واحد ضربك وخدرك تماك وخلك مخدر هيا يعني داروا لي الفخ؟ آه الفخ كانوا ديري لك أنهم يحطوا لك الصبات ويحطوا لك شي حويات كنزة بش يسحط الكنتة في البيت ومن يدخلك أنا يضربك وخدرك الله يعطيك شي مصيبة أخي إبراهيم هات الشي كامل علاش شنو بغين مكنزة؟ والله ما عرفت أنا كنت متأكد منهم أنهم يقولوا ضروري ناخدوا كنزة ناخدوا كنزة ونديهم ديك المزرعات ونصفيها لها شنو قلتي؟ آه كانوا كيقولوا هاتي ناخدوها ونصفيوها لها أول ما سمعت هاد الهدرة صراحة الدم شمدلية في عراقي كيفاش زع ماكنزة دابا تكون غادرت الحياة صافي الله يعطيكم شي مصيبة الله يعطيكم شي مصيبة وشي تلا فيها هاد العصبة هاتي والتنتة يا إبراهيم الله يعطيك شي غبارة تغبرك خرج شكي لهبيل ومشيت نيشة لطنوبيلتي وكسيريت توصلت للدار وطلعت للدار وقلس كان بكي محل شي دري صغير وبيس كنفكر نمشي للبوليس أنا مشيت للبوليس كنو نقول لهم نقول لهم قد لا أدراه هيعتبروني واحد مشارك في الجريمة وليس كتوا وما قلتوا له حرام نبقى ساكت الصامتوا عن الحق شيطان الأخرس عائلة هنف العربية مساكر بسفتان عناية باش تخدم عليهم زي ما هادي هي النهاية دي هذا هادي هي النهاية دي الكنزة هبط لطنوبيلتي وأنا أعرف مالي الثالث كنت كنقلب على السرود دي القوفر كنت تلف لي بديس كنقلب عليه ونلقى ونفتح نفتح الكوفر بديس كنشوف الكوفر هاكا كنشوف فيه ونلقى واحد الوراقة مطوية هزيتها بديس كنشوف فيها غاه هادي بحل شي برية بحل شي واحد كتبها بديس كنقرش نكتوب فيها هادي الرسالة هادي كنت من كنزة كتب علي فيها كامال صراحة انا كتبت لك هاد البرية هادي قبل ما نخرج من الخدمة بخمسة بقاية انا كنحس راسي مش هي هي هادي كنحس براسي بحل لي راني فخاطعر انا ما عرفه شنو قلسكي وقالي ولكن عرفه كامال انك انت اقرب واحد لي وراني حبيت بكل صدق كنعتبرك الحبيب والاخ وكل حاجة على الاقل في هاد المدينة هادي اللي ما عندي فيها تا واحد من غيرك انا بالعاني طويتها وحشيتها في الكوفر بس ينهار اتقرأها وتعرف هاد الشي الله اقبع على ما شاعر ده با عندي مخربخة اللي بنت مسكينة كانت حاسة شي نهار كان ايوقع لها شي حاجة والحاجة اللي اترت فيها واللي خلتني نبكي بزاف انها اعترفات انها كانت كتبغيني كانت هي مسكينة كتعتبرني بحل خوها حبيب ديالها كل شي في واحد الوقت اللي انا كانت نيتي كيزبل كنت بحل شي حمار غادي وديها اللي مزرعة مسكينة غديها باش نستغلها ونيتي كانت كاملة كيزبل كنت كان بكي كان بكي ونبكي كان دعي الله قنقول يا رب يا ربي يلقى كنزة كنت كان بكي كان فكر دنيا كاملة كالضربية صافي قلت عادي نمشي عند البوليس هنمشي عند البوليس ونقول له ماتش واللي بغى يوقع يوقع صافي مشيت بتنوبيلتي ووقفت حدا الكوميسارية ونشوف الكوميسارية بونه الكوميسارية في causes النهابات والمتحرك بكل شي يعني بغى يحبّونيك للي يدرو يدرو وانا انا هاات واقعادي نذر شاpas واللي والتليفون اي صالة اهes هاة كامال اهلو كمال خليل خليل ماهر في تنيينيس لا اخي لا عرفتك بش أنا عمر عمر دراكي في نقطة تفتيش ما عرفي نيس اه ها عمر أنا خدام كنقلب كنقلبك على كلاكي البنت في داخل ساكنة كنت تطلبي يا الكتاب سكوت عرفتي شنو و أنا الي جالس في نقطة تفتيش قلس واحد اللي كاتصدمني لهذا النهار ضع وجود طنوبيل بحال الطريقة العليل لكي نهار هذه البنت اللي كانت معاك وسايقها و impossبهراج الغور واحد طنوبيلك لا والبنت كتبين فيها مخدرة ووقفته وأنا مستحيل نسأل وجهه لوجهه اللي شفته ديك النهار ديك البنت زوينة عمر عمر انت متأكد متأكد هديك هي البنت اه متأكد متأكد هي هديك البنت اشو وقع لكم انتم ويكمنتم مع عصابة عمر وقف وقف ديك الراجل ارا هرا خطفها خطفينها اه ارا خطفها كنقسم لك بالله هرا هم خطفينها والبنت دي بره دي لها شي تخدير والبنت رها مخدرة كما ديك النهار كنت مخدرة معايا كيفاش مخدرة معك عوتان تايا عمر ما عندي كنت يردبا نشرح لك انا راني وقف حد الكوميساريين دي لبوليس انا عادي نقول لي هم هاتش دابا وعادي نجي عندك نيشان هي هديك تحركت انا وربعة طنوبيلات دي لبوليس ومشينا لديك نقطة تفتشت امك والقيناة ذك الباطل عمر قالس وقبضك السيد هاداك قبضه هو واحد دركيين كانوا معاه تماك هي هديك كان عمر قابط على واحد درجل كي سكطنوا بيلك حلا وكانت كنزة قلسة معاه اللور ولقاوها حالة تخدير تام صافي كنزة ادوها للطبيب ودك السيد هاداك ادوها للكوميسارية صراحة بقوة تكتيف ديال تحقيقات ديال الشرطة قدروا يشدوا هاداك ويجبدوا منهم معلومات ويجيبوا ذك ثلاثة درجان الاخرين وذك الجوج عيالات دبتخيلوا شكو اللقاو هدوك الناس هدوك ربعة الدراري هما ولاد عم كنزة وذك الجوج بنات هما بنات عم كنزة صفتهم واحد عمها صفتهم بس يشدوها ويجيبوها ويقتلوها حيث قال لك هي مني خرجت للقرية ومشت لديك لمدينة تخدم انها طيحت العائلة ديالها في العار وكي يقول لك هما عندهم عيب ان البنت تمشي وتقل ببحدها في المدينة وتخدم وهما قال لك حاولوا يتصلوا بكنزة ويقولوا لها تولي وهي ما بغتش تولي اللي بنت هي مسكي انا مشات بغتش تخدم على عائلتها وهد عمها عنده الفلوس بزاف وعمره في القرية ونعوم وماني مشات كنزة بدأوا الاهل ديال القرية كي عمرو له راسو كيقولوا له يجيب ديك كنزة وصفيها لها صافي قررت الشرطة انه تصفت هاتستد الناس للحبس وانا تحرك بالطونوبيلتي بشيت للصبيطار عند كنزة وبعد ثلث ايام في الصبيطار كنزة بدت كتتحسن وولت لحالتها الطبيعية وبعد هاد المدة كنزة عرفت قصة كاملة وقالت لي المشاعر ديالها قلت لي انه انتبصح الانسان اللي خاصني نبغيه قررت انسالي كل شي بشيت نيشان لديك العربية في انسا كنا كنزة واختبتها من امها وامها وافقت وصفي ديست القضية المحكامة قلت لهما انا ما انتنازل على التحاجة ضروري بغتوني انتنازل غير عمي يوقع واحد لوتيقة انه ما يدخل فيها لفي الاهل ديالي وعطاهم فوق هاد الشي تعويض ديال خمسة ديال مليون وكنزة عطت لدارهم ثلاثة ديال مليون باش يقتتوا الدار ويعودوا الفراش ويحسنوا الوضعية ديالهم وجوج ديال مليون اللي بقت لها دلسنا في هذيك البرطة مالية عندي وحاولنا بدينا كنا اقتوها بيها صراحة نهاية ما كتتوقعش انا وكنزة بدرنا العقد ديالنا وقريب عدي نزوجو انا وياها صافي قريب انا و الحب ديالي عدي نتمعوه بجوج ولكن حياتي كاملة وكنقول يا ربي كنزة ما تعرفش انني انا اللي كنت ادايا ديك ننهار المزرعة كنت نيتي نية خيبة يا ربي يا ربي ما تعرفش هاد الشي حيط لعرفت هاد الشي عدي تكون كاريتا عدي تكون كاريتا واتكرهني اتكرهني حياتي كاملة الحمد لله لك يا ربي الحمد لله بحيط ما عرفتش موسيقى الو اهلا 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 اشوف كامال اسكن معي اه تضغيين سيتيني معك عمر الدراكي صراحة عمر انت يا بطل انت يا بطل انت اللي نقلتي البنت ماذاك الشي كامل اسمعني اه اخطينا ماذا لها درادي البطل ما بطل انت يا قلتي لي لوعد انك تجيب لي انما لا دبوها ولا نمرتها ولا في ناتش ديالك شوف هاد البنت بدخلت بالي وانا رأي بغي نزوجها ديالهم وتجوجها والد عمها وهذا النار عندهم العرس عندهم العرس هذا النهار اه هذا النار عندهم العرس انا سمعت ديك العائلة يجوجوا غيم العائلة ديالهم شات عليك اخي عمر شوف الله يعودك يا ربي ويدوز عندك شي واحد تخدم في تطبيق اوفر وتكون عنده شي واحدة زوينة ومركبها اللور ولكن مني تشده وتشديك البنت زوينة ما ترخيه تتعقد عليها سير سير الله يعطيك شي مصيبة انا كنت عارف مورك مكين والو سير يوجه مقلع تكشي مصيبة اتهل الله اتهل الله الباطل اتهل الله الباطل ليعاون فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا ستوري للقصص الواقعية على اليوتيوب